كل فضيلة من اللي احنا بنتكلم عنهم لما نفكر فيها لقيها مرتبطة بالفضيلة التانية كل حاجة بتؤدي الحاجة وسبب فيها حاجة تانية فمن كلامنا عن الخدمة وعن الاتضاع وعن الكلمات الأوليلة للعضرة غير في أوقات محددة وكل كلمة كانت قوية وكل كلمة كانت رسالة لها معنا الصمت خلينا نوفق قدام صمت العضرة وفي نفس الوقت نشوف نفسنا وحياتنا يعني دايما ردودنا بتسبق أي حاجة يعني بحس أن خير وسيلة للدفاع الهجوم فابتدي أرد في أي موقف وحامي عن نفسي إزاي يعني أمارس فضيلة الصمت وأقتنيها في حياتي في نفس الوقت من غير ما أكون سلبي بإني بس كنت في مواقف مفروض أن أتكلم فيها هي دي عايزة تدريب يعني فضيلة الصمت وفضيلة الكلام وفضيلة الحكمة دي عايزة جادر واحدة يقتنيها وعايزة طلبها باستمرار يومية يعني في بداية يومي في صلاتي في الصبح أطلم ربنا وأكد أنه يديني الحكمة في الكلام وديني الحكمة في الصمت أحيانا بالصمت يكون نافع وأحيانا بالصمت يكون دار وأحيانا برضو الكلام بيكون نافع بيكون دار الحكمة يعني اللي ربنا بيدهاني يقول لي إمتى أكلم وإمتى أصمت وإمتى الكلام يكون مؤثر وليل وإمتى الصمت بتاعي برضو يكون مؤثر زي ما كان بيقول لنا قدس البابا شنودة أحيانا بيكون الصمت قبلغ من الكلام وحيانا الصمت بيكون دار يكون في الدفاع عن الإيمان أو الدفاع عن الحق أو الدفاع عن الواجب أو التعليم أو الإرشاد لازم أتكلم كل واحد حسب موقعه إنما الكلام إحنا لو بيجي نرجع نفسنا في مواقف معينة نفضل أن نقنب نفسنا ياريتني كنت تكلمت ما هو سكوتي ده هو اللي جاب لي الكلام أو العكس لو ما كنتش رديت في المواقف ده يمكن كان عدة من غير ما تحصل مشكلة ببقى مش عارف أميز أرد إمتى وأسكوت إمتى وأني فيهم بالنسبة لي أفضل في الوقت ده يعني إزاي أتعلم أوازن وأعرف إمتى أتكلم وإمتى أسكت بالخبرات المتكررة وبالصلاة وطلب الحكمة أطلب بالسمرار الحكمة يا رب إرشدني إمتى أتكلم وضع يا رب حاليسا على فامي وباب الحصين اللي شافتي ربنا بيرشد سيقول الروح القدس وعلمكم كل شيء وارشدكم إلى كل شيء أقول يا رب روحك إرشدني يا رب لكلام المناسب وللأرفاز المناسبة قدام الشخص المناسب فده بتيجي بالتكرار بالمواقف وتعلم موقف موقف والحاجة الثانية الصلاة المستمرة والدائمة أن ربنا يديني الحكمة في كل الموقف وفي كل شخص يتعامل معه الموضوع ده فعلا مهم من جوة بيوتنا في تعامل الزوجين مع بعض في تعاملهم مع أولادهم وطريقة تربيتهم ليهم إمتى أتكلم وإمتى زاعة وإمتى ممكن أفوت موقف فاسكت إمتى ممكن تبقى فيه مشكلة في الزوجة تسكت أو الزوج يمرر موقف معين الحاجات دي بتوفر علينا مشاكل ومدهات كتير بندخل فيها لكن لو شفنا العذرة بتتصرف إزاي وإمتى بتسكت وإمتى بتتكلم أنا أتعلم منها جدير جدا أيضا